منذ النكبة كان فيه كلام بيلاحق الكثير من الفلسطينيين أنهم تركوا الأرض ولكن بعد ما يحدث الآن من ضغوط ومحاولات فظيعة للتهجير القصري ولعمليات الإبادة الجماعية التي نرى تحصل في قطاع غزة وصمود الفلسطينيين وصمود الغزويين على أرضهم أعتقد أن بات سيناريو التهجير القصري شديد الصعوبة أمام إسرائيل لو استعدنا سيناريو أو ما حدث في النكبة طبعا الإسرائيليين لم يتهجروا أرضهم طوعا ولم يبيعوا أرضهم كما يتحدث هؤلاء أو يتحدث الذين لا يعلمون التاريخ أو الذين يزورون التاريخ في عام 48 حدث تهجير قصري وحدث تطهير عرق للمناطق التي تعرف الآن بالخط الأخضر في فلسطين المحتلة أو في إسرائيل فبالتالي لم يحدث هناك هجرة طوعية من الأراضي الفلسطينية فبالتالي هذه فرية بتقال على الفلسطينيين ما يحدث الآن هو أقصى أشد ضراوة مما حدث فيه 48 فكرة حملات الإبادة وحملات التطيير وهذا يدل على أن العصابات التي تحولت إلى دولة عادت مرة أخرى لتتحول إلى عصابات هذا السلوك الذي يرتكب في فلسطين المحتلة أو في غزة هو ليس أسلوب دولة متحضرها هو أسلوب عصابات عصابات الاحتلال الإسرائيلية هي بتعمل كل ما بوسعها من آلات في آلة القتل والتدمير والتشريد ومنع المياه ومنع الكهرباء وضرب المستشفيات كل هذا سلوك عصابات وليس سلوك دولة اشتركوا في القناة